إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتُها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالة أما بعد يقول الله عز وجل إن أول بيتٍ وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدًا للعالمين فيه آياتٌ بيناتٌ مقامُ إبراهيم ومن دخله كان آمِنا ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين قال صلى الله عليه وسلم الحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة ليس له جزاءٌ إلا الجنَّة ويقول صلى الله عليه وسلم من حجَّ فلم يرفُث ولم يفسُق رجعك يوم ولدته أمه أيها الإخوة وقفنا عند مقاصد الحج مقاصد الحج مقاصد الحج موضوعٌ عظيم عظيمٌ للغاية وذو أهميَّة بالغة وكلُّ وكلُّ واحدٍ منا يحتاجُ بين يدي أدائه لحج الله لحج بيت الله تبارك وتعالى لحج بيت الله الحرام أن يذكُر أو يُذكَّر بمقاصد أن يُذكَّر بمقاصد الحج العظام لماذا؟ حتى يعمل في حجِّه على تحقيقها وتتميمها وتكميلها ومن المعلوم أن من استحضر أهداف أي عمل يعمله أن من استحضر أهداف أي عمل يعمله من الأعمال لا شك يكون ذلك أتقن في العمل يكون أتقن في العمل وإتمامه يعني يُتقن الذي يعرف المقاصد مقاصد هذا العمل الذي يعمله ويتعلم هذه المقاصد سوف يُتقن في عمله بخلاف من يسير دون أن تكون له أهداف مُحدَّدة وغايات واضحة يُؤدِّي العمل لتحقيقها فينبغي على الحاج أن يستحضر هذه المقاصد أن يستحضر هذه المقاصد حتى يعود بحج المبرور وبأجور عظيمة وبالفوز بالجنان للحج مقاصد كثيرة من أعظم مقاصد الحج من أعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراء من ضده وهو الشرك ولهذا قال جابر كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أي لبَّيك اللهم لبَّيك لبَّيك لا شريك لك لبَّيك لبَّيك إن الحمد وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ المقصد الثاني الفوز برضى الله سبحانه وتعالى يستحضر يستشعر الحاج هذا المقصد ويستحضر ويستحضر في نفس هذا المقصد الفوز برضى الله تبارك وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة المقصد الثالث الذل والانكسار الذل والانكسار لله تبارك وتعالى إنسان يكون ذليل عندما يذهب إلى الحج يذل نفسه لمن؟ لله عز وجل وينكسر لله عز وجل ويتقرب إليه بما أمكن من القربات ويبتعد عن مقارفة السيئات فإنه بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون حجه مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة المقصد الرابع تحقيق التقوى تقوى الله عز وجل قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالمقصود من الحج هو تقوى الله تبارك وتعالى والخوف منه جل جلاله المقصد الخامس إقامة ذكر الله إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الطواف بالبيت إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لإقامة ذكر الله عز وجل إذن لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا ذكر وأنت كذلك في الحج تكبر الله أكبر الله أكبر كذلك في الصفى والمروة في الصفى والمروة تذكر الله في الطواف تذكر الله عز وجل إذن ما المقصود بالحج إقامة ذكر الله عز وجل والبارحة ذكرنا أن أنس رضي الله عنه عندما أحرم أمسك عن الكلام وبدأ يذكر الله طول إحرامه هو يذكر الله فعندما انتهى من المناسك قال هكذا الحج ماذا قال هكذا الحج لأن الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا حقيقة الحج ما هو الحج مش مجرد حركات وكذا تمشي لا لا هي مقاصد الحج لها مقاصد عظيمة مقاصد عظيمة حتى تفوز بالرضوان الله عز وجل سادساً سادساً تقوية الإيمان فإن في الحج مجالاً واسعاً لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان فرصة يا أخوة الحج مدرسة مدرسة عظيمة تخرج بأمور عظيمة فوائد عظيمة فالحج فرصة أيام قليلة فرصة للاكتساب لاكتساب الفوائد فرصة لتربية النفس فرصة لإصلاح النفس فرصة لتهذيب القلب وزيادة الإيمان مثلاً شخص متلبس عاصي الحج فرصة أنه يتوب أنه يتوب رجل مثلاً مدخن فالحج فرصة أنه يتوب ماذا؟ من الدخان فرصة بأنه يتوب ويجدد ويفتح لنفسه صفحة جديدة كذلك شخص كان مثلاً مقصر في الصلوات فالحج فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة فالحج فالحج مدرسة عظيمة مدرسة عظيمة لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان سابعاً تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره جل جلاله قال تعالى قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق فاستجاب إبراهيم عليه السلام واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله وامتثل لأمر الله ونفذ أمر الله واستجاب الصحابة عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فمن كل مكان خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع في المدينة بشر كثير الصحابة عندما خرجوا ما خرجوا هكذا شوقاً مشتاقين شوق الإنسان عندما يرجع إلى بلده مثلاً إذا سافر مكان بعيد وقضى حاجته وأراد الرجوع إلى بلده يشتاق يشتاق لبلده فطرة كم من أرض يألفه الفتاء وحنينه أبداً لأول موطني فالصحابة عندما خرجوا اشتاقوا 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 للحج اشتاقوا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا وجاءوا من أماكن بعيدة شوقاً طبعاً إنسان عندما يشتاق تجد يعني بكل سرعة ويتلذذ وما يشعر بالتعب ما يشعر حتى ولو مفاوز كثيرة ما يشعر بالتعب أبداً لأن هناك في شيء داخلي في شوق في إخلاص في إيمان في القلب ثامناً من المقاصد التذكير بحال الأنبياء وسير رسل رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين والحج مليء بالمواقف قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده إذا جئت إلى مسجد الخيف في ميناء مسجد الخيف في ميناء إذا جئت تذكر أنه صلى فيه الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً تذكر هذا الشيء هذا من المقاصد أن الأنبياء صلوا في هذا المسجد صلوات الله عليهم وإذا جئت إلى بيت الله تذكر أنه الذي قام على بناء البيت من؟ خليل الله إبراهيم خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قال تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سادسًا تعميق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد الحاج يحرص حرصاً شديداً أن يكون كل عمل من أعماله موافقاً للسنة موافقاً للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم كذلك مخالفة المشركين من المقاصد مخالفة المشركين من أين أخذنا؟ من مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وكان كفار قريش ما كان يقفون في عرفة كانوا مزدلفة فقط فقالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في عرفة وكذلك عند الدفع من المزدلفة كان المشركون متى يدفعون يخرجون المزدلفة؟ بعد طلوع الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار خرج مخالفة للمشركين الحادي عشر تذكر الآخرة والوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى الإنسان عندما يحج يتذكر الآخرة الموقف العظيم وكذلك الحج كلهم بلباسٍ واحد إزار ورداء فيتذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وذكر علماء المالكية رحمهم الله أن الحج يشبه الموت من وجوه يعني إنسان يتذكر الموت في الحج كيف قالوا الحاج ينتقل من بيته من بلده إلى مكة والميت والحي ينتقل من الحياة إلى الموت قالوا الحاج يخلع يتجرد من ثيابه يتجرد من ثيابه ويلبس رداء إزار ورداء إزار أبيض ورداء أبيض كذلك الميت ماذا يلبس يلبس أبيض وذكروا أشياء كثيرة فقالوا الإنسان يتذكر الموت في الحج هناك شبه يعني قالوا كذلك تحقيق الأخوة الدينية والرابط الإيمانية الأخوة الدينية تحقيق الأخوة الدينية والرابط الإيمانية كلهم سواسية كلهم مسلمون ويدعون ربا واحدا وكلهم يرجون رضا الله عز وجل فتكون هناك رابطة وأخوة إسلامية يَا أَيُّهَا النَّاسُ عز وجل كذلك من المقاصد التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قال تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحجَّة فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجَّ من المقاصد تحقيق الوسطية الذي هو زينة هذا الدين وجمال الشريعة والحذر من الغلو في الدين الحذر من الغلو في الدين والتفريط قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حصة مثل البندق حجم البندق أو الحمص أو قريباً من النواة وفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الرمي فعل هكذا قال بهذا أرمو أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال وإياكم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو في الدين بعض الناس يشدد على نفسه إذا وصل جمرة العقبة أو قبل جمرة يأخذ حصيات كبيرة هذا خالف هذا غلو غلو في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا حجم الحصة وقال إياكم والغلو أراد أين أن يعلم الصحابة أن الغلو ليس من الدين وسبب وسبب وقوع وقوع الناس في الشرك هو الغلو في الدين هو الغلو في الصالحين قال الله عز وجل كما قال ابن عباس عندما ذكر الآية قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرًا كانوا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أوحى الشيطان قال انصبوا أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب جعلوا أنصاب تماثيل كذا خدعهم الشيطان وغلوا في الصالحين فلما ماتوا عكفوا بس عكوف على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله فعبدوهم من دون الله وهذه نتيجة الغلو والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج حذر من الغلو وقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهناك حديث أن أنصاريا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق يعني قصد يعني هذا الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قصدت بيت الله الحرام هل يعني سأله عن الأجر وما لك من الأجر في وقوفك في عرفة قال عندما في عرفة لي أجر ورمي الجمار فقال الأنصاري نعم أنا سألت هذا والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره فقال صلى الله عليه وسلم فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق يعني قصد أممت يعني قصد ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء أبي عبدي قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل رمل عالج عدد الرمل وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة شعرة كل شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة وأما البيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك الله أكبر أجور عظيمة أيها الإخوة استحضروا هذه المقاصد قبل أن تخرج من بيتك استحضر هذه المقاصد وكلما تقف إذا وقفت عند المشاعر استحضر في عرفة كذلك الإنسان إذا جعل لنفسه أهداف واستحضر واستشعر بإذن الله عز وجل سوف يتقن يعني إذا رمى الجمرات ما يتساهل يرمي بإخلاص وبإتقان ما يكون هم بخلاص ينتهي يريد أن يتخلص لا يريد مغفرة الله عز وجل البعض مستعجل يريد بس خلاص يرجع لا 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 تستعجل أيام قلاه بس كله خمس ستة أيام وأنت أسبوع أنت مخلص فلا تستعجل استحضر في الطواف استحضر في كل مكان تقف عند الجمرات في ميناء في مزدلفة في عرفة استحضر هذه المقاصد فإذا استحضرت هذه المقاصد بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ترجع من حجك بأجور عظيمة وسوف تكون من الفائزين أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجعل هذا العمل وأن يجعل هذا المجلس مجلساً مباركاً ويجعله في موازين حسناتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين وسدد خطاهم واجعل هذه الأعمال العظيمة في موازين حسناتهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته